بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى في الوحدة السابعة تقييم وتشخيص صعوبات اللغة الشفهية والوعي الصوتي ومع الدرس الثاني طرق تقييم وتشخيص صعوبات اللغة الشفهية طبعا أخصائي النطق والكلام يتبعون عدة خطوات في عملية جمع المعلومات والتشخيص حول الطرائق والتمثل هذه الإجراءات في ما يلي أولا إجراء تاريخ الحالة اثنين إجراء المقابلات السلوكية ثلاثة ملاحظة الطفل أربع تسجيل عينة كلامية للطفل وتحليلها بعدها تقييم مهارة التواصل لدى الطفل ثم الإحالة إلى أخصائيين آخرين الآن لو انتقلنا نتكلم عن أدوات وأساليب تقييم وتشخيص الصعوبات اللغوية هناك عدد من أدوات وأساليب تقييم وتشخيص الصعوبات اللغوية والتي ينبغي اتباحها للكشف أو التعرف على مدى معاناة الطفل من الصعوبات اللغوية ومن المثل على هذه الأساليب والأدوات ما يأتي المسح تقييم جوانب القوة الضعف أو التشخيص العميق تقييم المستوى الفونولوجي الآن لو تناولناها بشيء من التفصيل نتكلم أول شيء عن المسح طبعا المسح يشمل كل طفل يلتحق بالصفوف الأولى للتعرف على مدى معاناته من صعوبات أو اضطرابات في اللغة وخلال المسح العام ينبغى التعرف أيضا على جميع الأطفال ذوي مشكلات تعلم الكتابة والقراءة والتهجية ويستخدم المسح للتعرف على الأطفال ممن لديهم اضطرابات نطق ولغة خلال مرحلة رياض الأطفال والسنوات الأولى من المرحلة الابتدائية حيث يتم فحص الأطفال من قبل المتخصصين قبل التحاقهم بالمدرسة لملاحظة كلام الطفل أثناء الحديث العادي مع التركيز على عملية النطق والكلام بصورة عامة وكثاءة الصوت وطلاقة الكلام وغيرها من الأمور ذات العلاقة بالنطق والكلام لو انتقلنا لنتكلم عن تقييم جوانب القوة والضعف أو ما يسمى بالتشخيص العميق هنا يهدف التشخيص العميق إلى التعرف على جوانب القوة والضعف لدى الطفل في إحدى القدرات أو معدل المهارات ومن أهم أساليب التشخيص العميق ما يأتي تحليل العملية التحليل العملية يهدف إلى تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطفل في إحدى العمليات اللغوية أو مهاراتها وبعدها يتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان الطفل يحتاج إلى تدخل أو علاج للضرابات اللغة لديه أم لا ثم الاختبارات التشخيصية العميقة الاختبارات التشخيصية كثيرة من بين هذه الاختبارات المستخدمة في تشخيص وتقويم الطرابات صعوبات اللغة اختبار نمو اللغة اختبار النموية للقدرات النفس اللغوية التقييم الإكلينيكي لوظائف اللغة واختبارات ديترويت للاستعداد للتعلم لو انتقلنا الآن لنتكلم عن تقييم المستوى الفونولوجي نقول أن المستوى الفونولوجي هو تلك القواعد التي تحدد أو تحكم طريقة نطقنا للكلمات أو المقاطع اللفظية وفق الأنماط المتعارف عليها بين أصحاب اللغة بمعنى أن تلك الأنماط التي تضبط النظام الصوتي في اللغة وتحدد نوع المعالجة الصوتية أو الفونولوجية التي نقوم بها بالأصوات والمقاطع اللفظية والكلمات ونعني بالنظام يعني المستوى الصوتي ذلك النظام المستخدم في تكوين الكلمات والمقاطع اللفظية من اتحاد الأصوات اللغوية وفق نمط معين لتكوين سلسلة صوتية مترابطة مكونة من مجموعة من الأصوات اللغوية وكذلك الأنماط الفونولوجية المقبولة في هذا الاتحاد طبعا من الجوانب الفونولوجية التي يهتم فريق التقييم باختبارها موجودة أمامنا الآن الوعي الفنولوجي يعني بمعنى الوعي بمحتويات الكلمة من الأصوات ثانيا الذاكرة الفنولوجية ونقصد بها الذاكرة اللفظية قصيرة المدى المعالجة الفنولوجية للأصوات والمقاطع اللفظية والكلمات أيضا القدرة على تحديد التتابع وتسلسل الأصوات اللغوية في الكلمات وأخيرا التمييز السمعي بين الأصوات اللغوية